اشتركوا في القناة في المنام قضية المال وقضية ان المال بيسرق وحيانا بنسأل في هذه الرؤى المال اللي سرق منك ده انت استرجعته ولا معرفتش تسترجعه فرؤية سرقة المال واسترجاعه هذه الرؤية تدل على عودة شيء ثمين انت كنت فقط فيه الامل يعني امر ميت سوف يحيى اليك ان شاء الله تبارك تعالى رؤية المرأة المتزوجة ان المال سرق من بيتها للأسف الشديد هذه الرؤية يعني تنذر ببعض المشاكل الموجودة لهذه المرأة او اللي هتحصل لهذه المرأة المتزوجة وهذه المشاكل ستكون مشاكل زوجية في بيتها وحيانا هذه الرؤية تدل على الحسد والحقد من بعض الاشخاص اللي هي ايه سرقة المال من بيت المرأة المتزوجة يئما مشاكلها تحصل في الاسرة بينها وبين زوجها يئما في بعض الحقاد والحساد الذين يحسدونها ويحقدون عليها طيب انت حلمت ان انت بقى اللي بتسرق هذه الرؤية تدل على الغيبة والنميمة التي تقال عليك مش انت اللي بتقول الكلام لا هناك غيبة ونميمة وكلام لا يليخ يقال في حقك ومع شديد الاسر رؤية سرقة المال من الحقيبة من الشنطة سواء للبنت العزباء او للمرأة المتزوجة او حتى المرأة الحامل او حتى المرأة المطلقة او حتى المرأة الارملة هذه الرؤية تدل على ضياع شيء منها ومع شديد الاسف او ان هناك بعض الاسرار سوف تخرج او ان هناك شخص ائتمنتي سوف يخرج هذه الاسرار ومع شديد الاسف رؤية ضياع الشنطة الشنطة نفسها بقى بحالها راحت فضياع الشنطة للاسف الشديد ان هناك امر لن يتم لك وطبعا كل شخص على حسب حالته انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة